موسيقى مرة جديدة عم نلتقى ببرنامج وعود الله لنشوف بالواقع اللي عم نعيشه الكتاب المقدس شو بقلنا بحقيقته مش متل ما بيقرأ بطريقة محرفة مرة جديدة أكيد ضيفنا الدائم بهذا البرنامج هو دكتور نقوله أبو مراد دكتور لحنشوف معك اليوم الوعد بالمملكة أنا رح لك السردية اللي بنسمعها وحضرتك بتشرح لنا إيها أكتر الشعب المختار بحسبها السردية على أرض محددة جغرافيا طبعا هول الأمور نقشناهن بحلقات سابقة موعود بأن يكون له ملك وأن يعلن هذا الملك مملكة وهيدي المملكة بدأت تكون بسمية ملكوت الله طبعا هيدا الاسم عننا كمسيحيين بغير مفهوم وهالملكوت هو نقي من ناحية الانتماء الديني يعني بدأت تكون هيدا المملكة مملكة زي طابع ديني واحد اللي هو الدين اليهودي هيدا السردية موجودة بالكتاب المقدسة أول سؤال وين إذا موجودة وإذا مش موجودة من وين نشأت يعني عشو بينيين هيدا المنطق اللي عم نسمعه هي أول شغلة يمكن وأهم شغلة مش موجودة بكل سردية العهد القديم إلا بمؤخرا بكتب كتابان يمكن متأخرين جدا هي كلمة يهود أساسا مش موجودة كمان وبالتالي مش بس الدين اليهودي يكون هو الدولة تكون هي كل فكرة اليهودية لها تقرأ في سياق متأخر جدا والنص الكتابي في كل هذه القصص لا يأتي على هذا الذكر أوكي هاي أول شي شو يسموه هو أفضل نسميه عبرانيين يعني هذا بنوا إسرائيل بنوا إسرائيل أوكي بنوا إسرائيل يعني بنوا يعقوب لما نقول بنوا يعقوب يعني الكاتب ما عم بيسمي لك شعب عم يربط لك القص بشخص عم يربطها بأنه بكل سياق القصة وتواصل القصة نعم طيب هلأ خلينا نقول ما فيك تفهم المملكة بلا ما تفهم منين جايين يعقوب منين جاي جاي من إسحاء إسحاء منين جاي جاي من إبراهيم إبراهيم منين جاي من خروج وبالتالي القصة دائما هي إلى الخارج وليس إلى الداخل لما أقول إلى الخارج وليس إلى الداخل يعني إلى خارج السلطة البشرية والمملكة والدولة منها إلى خارج هذا من روحها المملكة شوف كيف تبلش القصة وكيف تخلص وهذا الشيء بيبلش بأول كتاب بكتاب اسمه ساموئيل أول وبيخلص بكتاب اسمه الملوك التاني سأقول لك كيف تبلش القصة ما كان في مملكة فجأة اختاروا أنه يعيشوا بلزام ملكة وكيف تخلص القصة هلا الكلمة التسمية التي تثير إذا بدك السوء الفهم هي أنه هوا الكتب بيسمونه الكتب الملوك لكن في التقليد اليهود القديم هيد الكتب اسمه كتب الأنبياء نعم ما فيش اسمه كتب ملوك بالعبرة في الكتب في التورات الخمسة الكتب الأول في الأنبياء في الكتب الحكمية مزامير من هالمزامير الكتب اللي اسمه الأنبياء هي الكتب اللي بتحكي عن قصة المملكة مشان هيك بتبلش القصة بالنبي صموئيل نعم وبتخلص بتحقق الكلمة النبوية بسقوط المملكة والسبب نهائي وما بيعود فيه ملكية يعني صار فيه مملكة خلينا نقول للمشاهدين يلي ما بيعرفون صار فيه مملكة بس خلينا نشوف كيف بتبدأ بتبدأ بالقصة التالية قبل ما يكون فيه مملكة كانوا بنيوا إسرائيل الذين أخرجوا من مصر وعلى فكرة ماتوا كلهم بالصحرة رجع طلع الله جيلي جديد وعبروا الأردن إلى أرض كنعان موسى ما فات على أساس يفوتوا عليها بروحية إسحاق وروحية الشريعة هنشوفها هادي قصة لوحدة مع يشوع والعنف هادي بدنا نشرحها وبدأ أكتر من حلقة حتى نقدر نفهم فعلا هذا النص القوي جدا يلا لحن نشرحه بحلقة خاصة بتبلش المملكة بإنه إجوا شيوخ بني إسرائيل عند سموئيل النبي اللي كان منه ملك كان نبي يعني عم يحكم بكلمة الله بيقولوله بدنا نحنا نكون متل بقية الشعوب ما حدا عنده نبي بيحكوا بدنا ملك إنه هادي في شي دولة بالشرق القديم حكمة نبي منو هيدا النبي قالوا نحنا نريد أن يكون لنا ملك كسائر الشعوب زعل سموئيل راح عند الله استشاره قالوا إن هو بدون ملك كسائر الشعوب قالوا بقلوا ليش زعلان مش عم يرفضوك إليك عم يرفضوني أنا تكون الملك عليك روح حطوا له الملك بس قلوا إنه هيدا الملك راح يعمل فيهم كذا وكذا وكذا يعني عطى كل الصورة سيئة جدا للملك بيحطوا لهم ملك كمان نكتي هيدا قصة أول ملك بيحطوا لهم يا لأنه هني بدون ملك قوي بيجيب لهم أطول واحد أطول واحد وبيطلع واحد تافه الله بشيله شاول وبتتوالى بيجي بعدين داود تخرص قصته سلبيا بيجي سليمان تخرص قصته سلبيا بتنقسم المملكة لك هالمملكة وبلشت الأنتريج يعني بلشت الاتفهات والزعرانات بقلب المملكة لبيخلص قصة الملوك بأنه هاي المملكة فرطت ورشارين سقطت وما بقى في شيء اسمه الإصامة مملكتين وتنتهي إلى الأبد وهنا إلى الأبد دكتور لأنه بعمل نسمع اليوم أنه بدون نجعي هالنوة بس النص بالنص بتخلص ما بقى في مملكة لحديد ما بقى ما موجودة لحديد يسوع ما عادت المملكة نعم لكن بقيت الكلمة النبوية لأنه من بعد القصص الملكية الخطب الملكي النبوية هي بيبدأ الأنبياء الكبار يلي هني إشعية وحسقيال وإرمية والأنبياء 12 يلي بيقوله ليس من فرصة لعودة هذه المملكة إلا على أسس جديدة ما هي هذه الأسس الجديدة أن هذه المملكة يجب أن تكون على فكر الله كيف ما هو فكر الله هي مملكة سلام مملكة حق مملكة عدل مملكة لا ملكية مملكة تعود إلى كلمة الله مملكة محبة مملكة مواهب مملكة تخرج منها كلمة الله إلى كل الأرض مش السلاح مش مربوطة بأرض ولا مملكة مقلاع داود ولا مملكة صوريخ الباتريوت ولا مملكة المستوطنين المجرمين هي مملكة السلام هي المملكة التي بدل أن تصدر النفط تصدر السلام بدل أن تصدر الأسلحة تصدر العدل هي التي تدعو إلى أن يكون الحق عم الأرض ليست مملكة قتل وإجرام وإبادة سؤال هل مملكة بدأت تكون بأرض معينة أم لا مملكة صارت عم بحكي عهد قديم مع يسوم نعرف شو هي المملكة أو هلأ لحن نشرحها بس بالفكر الكتابة بالعهد القديم هيدا المملكة بالأنبيا هي مملكة مجرد من الأرض بحسقيال مثلا بصورها أنها هي مركزها مدينة اسمها الرب هناك بطل اسمها أورشالين بسميها الرب هناك وبالتالي محل ما بتكون كلمة الله وبيقول ما إلا بواب ما إلا مداخل تعرف بالمدن القديمة المصورة في مدخل بس تفوت على يابسكروا الباب بيقول هذه المدينة ليس لها مداخل لها مخارج شو يعني لها مخارج إنه هيدا مملكة منطل على الآخر وبالتالي ما عاد مهم فيها تكون وينما كان هذه المملكة لكنها دائما هي ترسل مش إن هيك بتشوف بالعهد الجديد إنه يسوع تلميزه شو سماهن الرسل الرسول ما بيفوت مرسلين شو الرسول بيكون بمحل بس شغلته وشو يعمل يظهر يفل من هيدا المحلة يروح لغير محلات إذا بدك هي سفارة بس سفارة لنا بأرض ولنا بجغرافيا لكن هي حلول لفكرة معينة فينا نقول نحن هيدا هي المملكة فيك تعملها بالإدس فيك تعملها ببيروت فيك تعملها سفينة بالأطلسة ما مهم وحتى لو قعدت شوية بالإدس أو قعدت شوية ببيروت أو قعدت شوية ما بعرف وين ما معناتها أنه أصبحت بيروت مقدسة ما يقدس هو الفكرة مشان هيك المملكة هي فكرة وليست نظام حكم عم نحكي كتابيا هي فكرة يحكم الله المملكة أن الله هو هو الله هو الملك إذا بتقرأ بإشعية هي المملكة السلام واضح إذا بتقرأ بحسكها نفس الشيء إرمية هي نازلة من السماء بالأنبياء الجديد هي شيء جديد خالص وبالتالي المحل ما بقى إله إيم لأنه كل محل هو الله وبالتالي كل محل تكون فيه كلمة الله يسمى الرب هناك طب سؤال دكتور هل هناك يهود لا يؤمنون بالمملكة الأرضية يلي عم ينشغل أنه تنعلن طبعا شوف اليهود الحريدي من اليوم يعني هو دي أكتر عدو لإسرائيل الصهيونية وبينطلقوا من نصوص الكتاب المقدس وبينطلقوا من نصوص كتاب المقدس ما بيقامنوا بياسوا وبيعتبروا أنه اليهودية الحقيقية تعاش في السبي لا تعاش في مشان هيك كل قيام دولة إسرائيل هارطأ بالنسبة لأله هارطأ شو هيدل ما في إسرائيل إلا بجيء المسيح طبعا المسيح كمان عنده غير صورة بالنسبة لألون هناك هنه يهود منهم مسيحية أكيد بس كمان صورتهم عن تحقق هذه الملكية الملكية المسيح مرتبطة بالبعد الروحي وليس مرتبطة بالبعد المادي مشان هيك هنه اليوم بيحملوا علم فلسطين وبيدافوا عن فلسطين وبيسموا بيسموا الأرض فلسطين وما بسموه إسرائيل نعم هؤدي يهود وعندهم قراءة مبررة لأنه يأخذون في عين الاعتبار نصوص الأنبياء القراءة الصهيونية قراءة متصلة ببعض فقرات للعهد القديم منتزعة من سياقة ما في ولا ذكر للأنبياء نعم أبدا لأنه بالأنبياء في عندك تب مين بيعمل اليوم تعتل في شي دولة اليوم بتعمل أرض منطلق لا نزع شيء اسمه الحصرية القومية يعني في شي دولة فيك تروح تعيش فيها بلا ما تاخد إقامة لا ما فيه في شي دولة تروح الملكوت هذه المملكة اللي بيدعو إليها الأنبياء هي المحل اللي أنت فيك تروح عليه وتقعد بإقامة وحيدة شرط وحيد أن تسمع كلمة الله وهي تتحقق أينما سمعت هذه الكلمة ومشان هيك منشوف يسوع ولا مرة قعد بمحل والمجيء الوحيد له إلى أورشاليم كملك يأتي وديعا على جحش ويقتل ويعلق فوق رأسه ملك اليهود أنا بدي يعيك بس خارج الأسوار نختم هالحلقة خارج الأسوار بعبارة ملك اليهود ليش ملك اليهود لكن ظهوره القائم ظهوره كقائم بين الأموات هو في الجليل نعم نعم بس ليش تهمته بند نختم هالحلقة بليش تهمت يسوع كتبيا نعطيك تأمل كتابة ليش تهمته كانت أنه ملك اليهود وقاموا لأيام الشيوف اليهود أو الكهنة اليهود هي الحقيقة يلي الكاتب بدوا يفرجها لليهود في ذلك الوقت أنه إذا كان لكم ملك هيدا هو الملك هالشكل هيدا هو الملك يلي عم بيموت هو عم يغفر للي عم يقتله شكرا كتير دكتور نقول بهذه الحلقة ومنقول للمشاهدين والمستمعين إلى اللقاء بحلقة جديدة مع وعد جديد من وعود الله بالعهد الأديم اشتركوا في القناة